منذ الساعات الأولى بعد حفل تنصيبه أبدى الرئيس دونالد ترامب حرصا شديدا في التعجيل بتنفيذ وعوده الانتخابية واحدا تلو الآخر بحيوية زادت من حدة الانقسامات السياسية لقد حرك البلاد وهز المؤسسة السياسية الرسمية وتحدث عن إعادة العظمة لأمريكا ما يعني الاهتمام بشؤون بلادنا أولا وإجبار حلفائنا على دفع نصيبهم في ميزانية الناتو وقد تمكن من تحقيق الكثير من الأهداف التي وضعها لنفسه حظر السفر على مواطني دول أفريقية وشرق أوسطية كان من أهم تلك الوعود التي اعترضتها عقبات قضائية وسياسية قبل أن تسمح المحكمة العليا بتنفيذ النسخة المعدلة الثالثة لهذا القرار التنفيذي كانت لهذا القرار أهمية رمزية فقط واستهدف عددا قليلا من الأشخاص لكن الجدل حوله في المحاكم والإعلام ساهم في رسم صورة لرئاس ترامب وربما اللغة الذي أحاط بهذا الموضوع تجاوز أهمية القرار نفسه الذي أعتقد أنه لم يحدث تأثيرا كبيرا على السياسة الخارجية الأمريكية محاولات الإدارة الفتية التركيز على أولوياتها استضمت أيضا بحملة إعلامية وسياسية محمومة بسبب التحقيقات المتواصلة بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية حملة ازدادت شراسة بعد إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي وتعين روبرت مولر محققا خاصا إن مشكلة روسيا كانت كبيرة جدا وأعتقد أنها ساهمت في منع الولايات المتحدة في عهد ترامب من فتح صفحة جديدة في العلاقات الأمريكية الروسية لأن باقي الشعب الأمريكي يشعر بغضب شديد على روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين وحتى أعضاء في إدارة ترامب يحاولون منعه من إبداع أي انفتاح تجاه رئيس الروسي التحديات الداخلية لم تمنع ترامب من وضع بصماته على السياسة الخارجية الأمريكية عبر إعلان اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل واتخاذ مواقف حازمة لاحتواء تهديدات كوريا الشمالية وتحجيم النفوذ الإيراني الرئيس ترامب كان أكثر قصاوة ضد إيران وهو أمر جيد لأنها تستعمل الأموال التي حصلت عليها بفضل الاتفاق النووي لتمويل الإرهاب إن معظم الإيرانيين لا يكترثون بدعم آية الله لميليشيات شيعية في لبنان وسوريا والعراق واليمن لكنهم يريدون ظروفا معيشية أفضل ووظائف والرئيس ترامب محق في دعم المتظاهرين كما تفاخر إدارة ترامب أيضا بنجاحاتها في مكافحة الإرهاب والتطرف التي تكللت بهزيمة تنظيم داعش في العراق وسوريا حصيلة يقول المسؤولون هنا في البيت الأبيض إنها مجرد اللبنات الأولى لمشروع ضخم يعيد بترجمة شعار ترامب الانتخابي إعادة العظمة إلى أمريكا إلى واقع ملموس في الداخل والخارج هيشان بورار الحرة البيت الأبيض